لكن ده لا ينفي انهم فعلا مدانين في قضايا كتيرة وخرجوا هم وابوهم في اطار مواقمات الثورة المضادة ده كلام صحيح والكلام ده لازم نقف عنده شوية بس دي اقل من دقيقة انت بتعاني من الظلم صح ولا ترضاه واللي ما ترضاهوش ظلم ليك ما ترضاهوش تحدي تاني انا ضد اعتقال جمال وعلاء مبارك الاخير ده ده ليه بقى لانه الحقيقة انا مش عارف علاء وجمال اعتقل له ايه انا معرفش اصلا خدوا براءة ليه اه جمال وعلاء مبارك افسادوا الحياة السياسية تلاتين سنة في مصر تمام جدا كان يجب محاكماتهم فاوسة تمام جدا طيب افرقتوا عنهم لا اسباب احنا ما نعرفهاش وعاشوا في الحياة وبقى يقابلوا الناس ويتصوروا ويروحوا عازوا بتاع النهاردة انت قبضت عليهم ليه وما تقوليش بقى انت لازم تبقى واقف ضد علاء وجمال يعني واقف مع السيسي لا انا بسأل علاء وجمال اتقبض عليهم ليه النهاردة بحجة ايه ده التلعف في البرصة والحاجات دي وقصور رئاسية والكلام ده قضايا زي الاختفاء القصر كده او زي ما بيعقوا في سينة كده قضايا زي اي قضايا تلفي وخلاص انت لو انت ماسك على علاء وجمال خرجتهم ليه من الاول طيب ليه علاء وجمال ما تعرضوش تموحاكمة بجد بوسائق بجد ولا اضايا كانت كتيرة ليه فجأة خرجوا ومبارك نفسه خرج ليه فجأة النهاردة بتقبض علي علاء وجمال اللي يرضى عن القبض واعتقال علاء وجمال النهاردة هو اما ان شخص مزور او ما عندوش ضمير انا مش راضي تماما والسؤال اللي انا بقولك مش راضي عليه ليه تقبض عليه قل لي ليه بتقبض عليه ايه بقى ايه بقى يعني الراجل ما كان قاعدين هما الاتنين اه التلعب والتلعب في بوسة دي زهرت النهاردة مبارح بكرة ولا هي بقى في الدرج كل شوية تطلع لي قضية وده ايه لو حصل هيحصل عليها وهيحصل على الناس كتير احنا احنا دلوقتي انا وزميلي اللي حصل ايه فاجأة يطلع لك قضية من الدرج ترجع مصر يهفك سبق ستة وتسعين سنة ليه اصلا انت في قضية انت نسيتها ايه انك انت مرة اه 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 اتحرشت بنخلة ايه كلام بقى عارف دولة الهبل فما حدث لعلاق وجمال وانت بتطلع في البورسة دي ده قضية بقالها كتير ليه طلعتها من الدرج النهاردة ليه النهاردة بتطلع على القضية من الدرج اه ومعنى كده ان عندك قضية تانية على علاق وجمال وخش بقى في محاكم وفي الاخر يطلع علاق وجمال في مؤامات عادية يطلعوا لك براءة جمال وعلاق بعد ايه بقى بعد ما يمضوا جوا ان هما مش هيترشحوا مش هاخش الحاس يا سيدي يعني انت كنت عابض عليهم ابتزاز انت بوداير دي مين ده هي قصة ببساطة جديدة جدا ان انت مش في دولة انت مع راجل بيتلكك عليك زي الفار لما تلكك على القط وهما في البحر وقال القط قال الفار ما تعفرش واعمال بقى جد في كده ما تعفرش نهريس انا تعفرت دي احنا في ميا قال له يلا مطك دي اللي هتخينك لك هي نفس القصة هتعفري على انت وجمال او غيرك جنينة سمي عنان اه شفيق اه اتضع لك تلاتين قضية من الدرج وعند القدار اللي هيفوق حكم تقعد فيه سنوات عمرها كلها بتلعب بتلعب حاجلة اللي يرضى او اللي موافع على اعتقال علاء وجمال النهاردة ما يسألش بعد كده ليه هيتقبض على فلان وعلان وترتقل دي مش دولة ده راجل على رأيي اللي استاذ جمال خشغي بيرى واشباح في الظلام راجل عايز الدولة على غرار دولة بوتن او السيناريو بتاع بوتن